الله بركاته اه مطشاط البحر المتوسط انا شايف ان اه المطشاط بتقوى يعني المغرب شوفنات غلب اول مباراة رجع للبطولة وكسب في مفاجأة كبيرة الجزائر في وسجمهوره على ملعبه اه البطولة كان نفسي كان نفسي المطشاط نقدر نشوف في نفس توقيت الجزائر لما بيلعب المجموعة التانية بتلعب في نفس توقيت المغرب وهي بتلعب المجموعة التانية بتلعب ما شفناش خالص ايطاليا والبرتغال لكن يعني ظهر حاجات حلوة في البطولة بجد من الحاجات الجميلة ان في المطشين اللي اللي لعبوا من المغرب انا شايف ان الياس ماجو حارس المغرب وفي لعبة ممتازة على فكرة في المغرب لكن الياس ماجو الحارس المرمى لمنتخب المغرب بجد يستحك ان هو يلعب في اوروبا و18 سنة اي نادي عظيم ودبير في اوروبا لما يشوف شاب زادات 18 سنة ومتقلق التقلق ده وعنده شخصية وعنده برود بصراحة هايل طبعا عنده حاجات لسه نا بس 18 سنة يعني لسه لسه هيتقلق وهينطلق وكمان حارس مرمى الجزائر حارس مرمى الجزائر حمزة بوعلام الحارس الولد عنده روح عنده جراءة قوي اه في صفات جميلة جدا في في المرمى برضو 18 سنة انا نفسي كانت البطولة ما تلعبش اربع مطشاط في يوم ليه انا كنت عايش في هولندا ورحت الوقلة لانه كنت بالعب في هولندا لعبتي ثلاث مواسم وكان فيه وقلة كنت بمضي معهم مضيت له وكيل وداني نادي ومضيت له وكيل وداني نادي لعبتي فيه سنتين فالوقلة في اوروبا بيبقى مكتب شركة وكيل بيبقى فيه في الشركة اربع خمس غرف بيبقى فيه فنيين موظفين بيبقى فيه فني يقولك ايه فيه بطولات ايه الايام دي في العالم كله يقولك فيه بطولات جماعية مفيش الا البحر المتوسط في الجزائر فيه ثمن منتخبات اسبانيا يقوله خلاص انت تشاهد المرض وتعمل لي تقرير بكده بيعملوا ايه بقى الوقلة في اوروبا يروح كاتب اسم حمزة بوعلم وعمل له ملف عالكمبيوتر كاتب الياس ماجو وعمل له ملف عالكمبيوتر على فكرة عجبني جدا صراح الدين الباكيمين بتاع الجزائر شكل ولد هيوصل ما شاء الله باكيمين وفؤاد البكشمال فؤاد البكشمال من احسن لعبة في البطولة عجبتني بوناصر المساك بوناصر المساك عجبني جدا اللعبة دي تستحق تحترف ولكن البطولة يعني العب يوم زي على فكرة كاس العالم الولمبيات بطولة عربية بطولة افريقيا في مجموعة بتلعب يوم يعني مثلا السبت بيلعب الجزائر واسبانيا مثلا المغرب وفرنسا تاني يوم نشوف بقى ايطاليا والبرتغال والمنتخبات ليه بقى ان المطلط لما تبقى مزاعة احنا حتى بنعرف نقيم البطولة يعني انا معلش ان شاء الله ان شاء الله الجزائر والمغرب يوصلوا لقبل النهائي لما يروح الجزائر والمغرب يوصلوا لقبل النهائي هيلعبوا مين هيلعبوا الاول وتاني بتوع المجموعة التانية حد شافها حد يعرف المستوى هل تقدر تقول هم اقوى ولا حد ما شفناش لان المطلط بتتلعب في نفس الوقت عموما ان شاء الله باذن الله انا فرحتي ان فعلا فيه لعيبة فيه لعيبة على فكرة في المغرب كويسة ولكن انا المنور قوي الياس ماجو الحارس المرمى وفي الجزائر عجبني جدا صلاح الدين البك يمين الراجل فؤاد البك شمال وبناصر مساك رائع عجبني ان هو قوي وكمان بيلعب كرة من ورا كويس بيلعب كرة حلوة من ورا لو فيه مهاجمين في الجزائر كويسين كان بناصر كل القرى بيعملها دي ممكن تيجي اهدف اه طبعا حمزة بوعلام الحارس الجزائر بجد الحارس المرمى الجزائر حمزة بوعلام وحارس مرمى المغرب الياس ماجو فعلا يستحقكوا الاحتراف في اوروبا لان سنهم صغير وعندهم موهبة كويسة اعمل لايك للفيديو اشترك في القناة شكرا اشترك في القناة